اللهم صلو وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعين إزايكم حبايب قالوا بغبركم وعملين يا ربكم كونوا بخير متأسفة جدا 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 على الفيديو بتاعي مبارح تقريبا نص الصوت بتاع الفيديو كان رايح يعني كان فيه الصوت موجود التسجيل كان موجود لمدة 3 دقايق وبعد كده الصوت كان رايح اتكتب لي في التعليقات بس أنا بصراحة كنت بدخل في البداية خالص كان بيبقى في الصوت لكن ما كنتش عارف اني بقيته الصوت كان من الآخر فما كنتش عارفة فسامحوني جدا جدا دوت يعني حاجة غصبين عني والله ما كنتش عارف اني طبعا السوت كانت قطع او السوت كان راح بعد ما تسجل النهاردة بإذن الله الفيديو بتاعنا مهم جدا والطلب مني كتير جدا لو انت عاوزين فيديوهات من نفس النوع ده اكتبولي في التعليقات النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن البط اللي بيبيض في نفس المكان بتاعه يعني لو فيه عندك بطة او اتنين او تلاتة بيبيضوا في مكان واحد وعايزة تفرق بين البطتين او عاوزة تحط البطة دي الوحيدة والبطة دي الوحيدة ان شاء الله الفيديو النهاردة مهم جدا من البداية للنهاية كل تفاصيل الرأد بتاعة البط وكمان زي تعرف البطة اللي عليها بيد من البطة اللي لسه مفيش عليها بيد او اللي موسع مثلا صبع او اتنين او على وش النهاردة ان شاء الله هنتكلم في كل حاجة تخص الرأد بتاعة البط عاوزة لايكات كل حبايبي واخواتي اللي معا للقناة تمنى منهم انتم تحطوا لايك للفيديو تدعموني باشتراك ولو بعد اذنكم يعني حاجة دي الحاجة دي طبعا فضلا منكم وليس امرا ان انت تشارك الفيديو مع حبيبك وصحابك واخواتك لعل لو عاسى تفيد اي حد يكون مسلا محتاج الفيديو ده طبعا زي ما حضرككم شايفين ما شو الله اللهم بارك دي طبعا النوتي والذكورة اللي بيطلع عندي الانتاج ما شو الله انا طبعا هنا معايا دقارين بس ما بزودش في الدكورة عاوز اقولوكم كمان ان الدكور البلدي يعني الدكور المسكوفي كل شوية بتدعو لا كل شوية يدعو لا لا عشان طبعا الاثنين ما احطوطين مع بعض فانا فاتح له كده بحيس ان الدكور البلد شايفين واقف على الخشبة ازاي طبعا انا بسيبه بيخرج بره فوسة الفراخ علشان الدكور التاني بيمسكه بيهرسه ضرب اول حاجة لازم لو انتي بترى ادي بط ما تحطيش شايفين طبعا انا عندي هنا مجمع كل النوتي في مكان واحد لا متحطيش كده لازم ان انت تخلي النوتي بتاعتك تقسميها على الدكورين انا طبعا هنا النوتي عندي مخلصة اصلا بيد ومريحة فعشان كده انا مجمع كل النوتي عندي هنا انا مجهزة مكانين اهو زي ما حضراتكم شايفين هنا مكان في بطة بتبيد وزي ما انتم شايفين في مكان تاني برضو للبطة تانية بتبيد في نفس المكان اللي بتبيد فيه بس الجنب التاني انا هوا مكان صغيره هوا تقريبا متر في مترين انا اللي اناarm تبيد يا Ьي blanc مشهولله ديا طبعا بطة بلدية والجنب التاني برضو بطة بلدية بتبيد طبعا البط اللي هشطلع من تحتيهم ما شاء الله اللي هم مبارك خليط نسكوفي وبلدي البلد اللي هو الصف اللي هو المرجان بتاعنا طبعا زي ما انتم شايفين هنا 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 البطة هي كانت خلاص نكت ترش هيت والبطة التانية طلعت انها ببيضة على نفس البطة بتاعها فطبعا ده اكبر غلط ماينفعش مدام البطة خلاص قربت انها خلاص نكت ترش معنا كده انها خلاص هترقد على البيض معاتش ينفع اي بطة تانية تخش عليها او تدخل انها تضايقها في الريق ده بتاعتها او المكان بتاعها زي ما تشايفين انا هنا اخدت البيض طبعا البيضة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بتاع البطة التانية. احنا هنعد البدء. او ما شاء الله الله مبارك ربنا يارب يكرم كده ويرزقنا Yeah طبعا هنا زي ما انتم شايفين انا هنا فصلتي مابين الاثنين عشان طبعا زي ما انتم شايفين هنا خلاص يعني انا كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت كويس جدا ان تبقى تعرف ان هي محضنة. اهم حاجة بقى في الموضوع ده كله ان انت بتفصل بين البطتين. ما بتسبيش المكان مفتوح عليهم كده. يعني طبعا البطة دي انا هنا هغطى عليها بخشبة كده. علشان لما البطة التانية تخش ترقود او تخش ان هي. ما تبقاش يبقوا من الاتنين فوش بعد. لا لازم ان تكون دي متغطية كده بخشبة من هنا والجنب ده يكون متدركة زي ما انتم شايفين. علشان خاطر تتجنب خالص ان ديت وقم تحنة لبطت التانية او التانية تروح للعش التاني. فادي من الحاجات المهمة ان انت لازم لو انت حط لابطين بيرقوده في نفس المكان او هيبيره في نفس المكان لازم تفصل بينهم باي حاجة. تفصل بينهم بسبط تفصل بينهم بخشبة. تفصل بينهم بصغة. المهم اللي لازم انتفصل بينهم علشان كل واحدة فيهم تعرف تبيد مكان اللي هي بتبطفق. زي ما انتم شايفين هنا هو ادية بيضاء ايه. ايه. بيضات ما شاء الله كانت بيضة منهم تقريبا بيضة او بطين الجنب التاني ان اخدتهم حطيتهم هنا والبيض التاني ازا ما احنا شايفينه الجنب التاني ما شاء الله هو تتبط خلاص ان هي هترقد طبعا هنا بقى انا هتطر ان انا دخل البطارية وهقفل عليها علشان خاطر انها هناك تتريش انها لانها قاعدة برا عن مرض ساوسو فلازم في الوقت ده ان انتي بتحط البطة وبتقفل عليها طيب هنعمل ايه في البطة التانية اللي بتبط الجنب التاني انا هقولوك هنعمل معها ايه البطة التانية اللي بتبط الجنب التاني هتتحبس مع البطة ديت مدام خلاص الدكر قصرها هحبسها في نفس المكان بس طبعا البطة اللي هي خلاص رائدت ديت انا هقفل عليها يعني ايه هقفل عليها دار عليها كده بخشب علشان لما تدخل طبيت تبط في المكان بتاحها وفي نفس الوقت برضو البطة التانية هتبط في نفس المكان هنا بقى انا عاوز اقول لكم ازاي تعرفي البط اللي هيبيد عندك من البط اللي مش هبديه بطاية هيا ما شاء الله اللهم بارك دي خليط مسكوفي يا جماعة دي خليط مسكوفي ما شاء الله الوزن التح غير الوزن البلدي خالص يعني ما شاء الله دي وزنها معايا بسم الله ما شاء الله تاتا كيلو ما شاء الله هنا طبعا البطاية ديت مخلصها بيدا عندي انا بس انا بوريكو عشان بس البطا عندي انا مخلص بيه ما فيش اللي هما انتايتين اللي هما بيبيدوا ان شاء الله هيرقودوا قريب زي ما انتم شايفين هنا ما شاء الله هنا طبعا دي هيبصوا صوبع واحد يعني حتى ما فيش ريحة اي حاجة ما ما فيش لسه طبعا فترة قدامها لغاية لما توسع ثلاث صوابع علشان خاطر ان هي تقدر تبت تاني وتطلع انتاج من اول وجدي تمام عاوز اقول لكم حاجة يعني ما شاء الله اللهم بارك لو لاحظتم انا هجيب دلوقتي كمان بطاية اه بلدية بس عاوز اقول لكم لو البطة عندكم البلدي او اي نوعبط انت بتربيه وعمل نفس اللي هيحصل معي دلوقتي اتباح على طول ما تستنيش بطاية دي عندي بقالها ازيب من سنة بس طبعا انا سبتها بحيس ان هي بصوا يعني مقفولة خالص ما فيش العبنطين مقفولين لازقين في بعض كده البطة دي يا جماعة بقالها اكتر من سنة تقريبا سنة ونص كمان البطة دي هي ما بتبضو كل حاجة لكن ما بترقودش ما بترقودش خالص يعني انا جربتها مرة واثنين وثلاثة مرة قدتش نهائي فطبعا في الحالة دي اه هي بتبضو كل حاجة بس انا هعمل قبل بطب بتاحها من غير ما ترقود عليه فلا انا كده هستغنى عنها خالص مادما هي ما بترقودش وما حنيدش للبط خالص لان انا كسايبة يعني ان تيقلا عندي علشان خاطر الانتاج ان هي تبضو ترقود على البط بتاحها مش عشان ان هي تبضو تصيب البط بتاحها لأ انا عاوزة ان هي ترقود على البط بتاحها زي باقي البط عندي ما بيعمل هنا برضو البطة دي برضو هنا مقصعة برضو صبع واحد لسه برضو قدامها شوية فزي ما انتو شايفين لازم ان انتو تعرفوا البشر البط بتاعك دايما اول باول ازاي اول باول يعني كده البط بعد ما بيبيت بيقعد كده فترة بيشيل الرش بتاعه خالص بيبدأ ان هو ينظف نفسه اول ما الرش بتاعه بيقع بتلاقي كمان الدكورة حتى الدكورة كمان بتبدأ ان هي تقلش ريش من اول وجديد يعني بتلاقي الرش بتاع الجنحاب بتاعتها بقى يشدوا بقى يرمي في الارض كده هما بيغيروا ريش في المرحلة ديت ما تستنيش ان البط يطلع اي انتاغ خالص ولا حتى يبطل اجبدا واحدة لانه طول ما هو قلش ريش وفي ريش منه في قلب الارض اعرف كده اني ما فيش اي بط خالص لغاية لما الريش يطلع من اول وجديد حتى الدكورة مش هيكسروا النطي الا لما يطلع ريش من اول وجديد هنا طبعا انا هنا كنت حطة هوات سبت زي ما انتو شايفين لو انتو سايبين مجموع بط كده معهم دكر ولا حاجة لازم تسيب سبت في المكان لعل لو عاسى اي واحدة فيهم توسع في اي وقت فتلاقي مكان ان هي تقدر تبيت فيه طبعا اول ما بتلاقي بيت في السبت بتقدري من ساعتها تحديد البطة اللي هي باضت وبعد كده بتبدأ تجهز المكان بتاعها وتبدأ ان انت تحطيها في مكان مخصص ليها مقفول عليها من غير ما اي طيور تانية تخش عليها خالص او تدخل عليها بالذات البط الشمرت اللي دايما بيجي لأسئلة عليه البطة اول مرة ترقد اول ما بدخل عليها بتطور في وشي وبتعمل حمام على البيت ده شيء طبيعي خالص لانها لسه امر جديد عليها ما تعودتش فعشان كده دايما بقول البط الشمرت اولي لسه اول مرة يبيت ويرقد لما تيجي تحطي له اكل حطي له اكل مثلا يعود معاتها تاربعة ايام عشان ما تفتحيش عليه كتير علشان يكن في مكانه ويبدأ ان هو يركز على البدو ويتعود ده بتبقى ديها بتبقى تعود انت اللي بتعوديها تمام كده وتحطي لها برضو مية بس ما انصحش ان انت تحط مية كتير يعني حطي ايمة كباية مية او كبايتين مية عندها ما تزودش عن كده علشان خاطر البط من النوع حتى لو هو رائد بيقوم ما ييجي يشرب يقوم يستحمى فدي طبعا برضو لازمة تكوني واغد بالك من الموضوع ده اتمنى منكم لو انت عاوزين فيديوهات من النوع دوت عن رائد البط والفقس والحاجات دي كلها اكتبوا لي في التعليقات وانا اصول لكم فيديوهات عن الموضوع دوت لعله وعسى اي حد يستفيد من الحاجات اللي احنا بنعملها ديت وتفيده شايفين طبعا الضكر البلد عامل ازاي اكل علق لما ايه لبس طبعا الضكر التاني هرسو يعني عشان كده ما بسيبش الضكرين مع بعض طبعا لما هو بيدخل هنا علشان يأكل او يشرب معاهم الضكر التاني بيمسكو يضربو زي ما انتوا شايفين يا جماعة هنا ده البلدي علشان محدش يضحك عليه ده الضكر البلدي شايفين هنا الشكل بتاعه شايفين الوزن بتاعه عامل ازاي هتشوفوا دلوقتي الدكر المسكوفي عامل عندي ازاي ما شاء الله فيه فرق بين الاثنين علشان فيه ناس ما بتعافش اتميز بين البلد اللي هو المرجان وبين المسكوفي شايفين هنا المسكوفي ما شاء الله اللهم بارك وزنه باثنين تلاتة بدكر واحد من البلد ما شاء الله اللهم بارك يا رب ويرزقنا منهم الحلال الطيب امين يا رب العالم